تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتوريش للبحث في مستجدات الوضاع اليمنية وفرص تمديد الهدنة والبناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وخلال المحادثة شكر فخامة الرئيس الامين العام للأمم المتحدة لمساعيه الحميدة من أجل تمديد الهدنة وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وجدد دعم القيادة والحكومة اليمنية لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية وذكر رئيس مجلس القيادة في هذا السياق بالمبادرات ذكر بالمبادرات التي قدمها المجلس لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء مقابل العراقيل المستمرة من جانب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني ودعا فخامة الرئيس إلى مضاعفة الضغط على الميليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة وفي المقدمة فتح معابر تعز ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية كما أكد ضرورة تصحيح وضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وعدم إبقائها رهينة للضغوط والابتزازات في مناطق الانقلاب الحوثي بما يعيق ولايتها المخولة وفق قرار مجلس الأمن الدولي وصلت فخامة الرئيس خلال المحادثة الضوء على خروقات الحوثيين وألغامهم المحرمة ومساومتهم بالقضايا الإنسانية إضافة إلى مماطلتهم بشأن إنفاذ خطة الأمم المتحدة لإنهي خطر ناقلة صافر التي تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة كما حث رئيس مجلس القيادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الميليشيات الحوثية من مواصلة حجد الأطفال إلى ما يسمى بالمعسكرات الصيفية والزجبهم في محارق الموت خدمة لمشروعها الانقلابي من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال المحادثة الهاتفية عن خالص تهانيه للرئيس وعضاء مجلس القيادة بتولي مهام السلطة مؤكدا دعم الأمم المتحدة لتوجهات المجلس بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتعهدات المعلنة في مجال حقوق الإنسان وعرب جوتيريش عن تفهمه لتحفظات القيادة والحكومة اليمنية الشرعية بشأن التعثر في بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى وأشاد بدور مجلس القيادة في تنفيذ بنود الهدنة وتجاوبه مع مساعي مبعوثه الخاص لتمديدها كما أشاد جوتيريش بالإجراءات الرئاسية والحكومية لمنع تجنيد الأطفال وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات الحوثية ودفعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح معابر تعز وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن ترجمة نانسي قنقر